فقال له يا نبي الله العرش يكون بين يديك قبل أن تقوم من مجلسك هذا أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قوي أستطيع حملة أمين آتيك به من غير أن ينقص منه شيء وهذا هو المطلوب قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ولكن كان هناك في ملأ سليمان من له من القدرة أن يأتي بالعرش في زمن أقصر من هذا الزمن الذي عرضه عفريت من الجن فقال الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك والطرف العين قبل أن يرتد إليك طرفك هذه غاية السرعة وهذه معجزة وآية كبرى قبل أن يرتد إليك طرفك والطرف العين والمعنى قبل أن تغمض عينك بعد فتحها يفتح الإنسان عينه فيغمضها قبل أن تغمض عينك بعد فتحها معنى ذلك أن الأمر يحتاج إلى ثوان فقر وقيل المعنى قبل أن يرتد إليك طرفك أي قبل أن تطرف عينك بعد أن تديم النظر إلى شيء لإنسان عندما يديم النظر إلى شيء ويفتح عينه عليه يجد نفسه أو يجد عينه بعد ذلك ضرورة تغمض أو تطرف بعد أن يكون فاتحا عينه على شيء فالإنسان قد ينظر إلى شيء ويبقى مديما النظر إليه قد يستغرق هذا الأمر دقيق أو أقل من دقيق لأن العين تضطر بعد ذلك إلى أن تضطر أو إلى أن تغمض لابد أن تغمض العين أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فالمسألة إذن تستغرق ثوان تستغرق ثوانيا أو تستغرق دقيق أو فوق ذلك بقليل ومن هذا الذي عنده علم من الكتاب الله أعلم به قد يكون ملكا وقيل هو جبريل عليه السلام وقد يكون من البشر وقد يكون سليمان قيل إن سليمان عليه السلام هو الذي قال ذلك لأنه أرأى لأنه أرأى أن العفريت من الجن يأخذ وقتا زائدا عن الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه العرش بين يديه فقال سليمان عليه السلام ردا عليه ردا على ذلك العفريت أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فيكون القائل أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك هو سليمان عليه السلام وكان ذلك الأمر ووقع فرأى سليمان عليه السلام رأى العرش مستقرا عنده من غير نقصان وعند ذلك ما كان من سليمان عليه السلام إلا أن توجه إلى الله خاضعا خاشعا متبتلا شاكرا وهذا هو شأن عباد الله فإن عباد الله يزدادون رفعة فيزدادون تواضعا وخضوعا لله تبارك وتعالى لعلمهم أن كل شيء من الله وما بكم من نعمة فمن الله